علي في غزوة أو معرقة أو مناظرة فحسب وهو من اجتمعت في صفاته الأضاد في المعارك ضيغمها وفي الشجاعة أوحدها وفي الليالي محييها وللبلاغة كطبها المنطق في لسانه والحق في سنانه يتفجر العلم بين يديه محور الأمة هو وصمام الأمان وأن اجتهد الوصف لن ينال كعب قداسته ولو أذن للتاريخ أن يتكلم لفعل وخلع عنه إهابا حيك بأيد إن غمست بالكذب والنفاق والعداء ولو أذن للتاريخ أن يصف المروءة والكرامة والولاء والإباء والزهادة والقيادة لأودعها في شخص علي بن أبي طالب سلام الله عليه رغم أنوف الحاقدين والمنافقين والدنيويين الذين تجاهلوا وصية خير خلق الله صلى الله عليه وآله وقضوا كرابة عشرين عاما من البعثة النبوية حتى يوم الحديبية وهم يشاهدون معجزات النبوة وكمالات الإمامة ورغم ذلك أنكروا فضائل علي عليه السلام لا بل ألبسوها أقواما ليسوا أهلا لها غير آبهين من سوءة أعمالهم وأن تحبط أعمالهم وارتضوا الإساءة في حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية وكان علي عليه السلام يكتب كتاب الصلح بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله هذا فضلا عن التعمية على أدواره يوم الحديبية لا سيما العسكرية منها وأن اجتهد المدلسون بغية تحوير الحقائق التاريخية لن يفلحوا في حضور العقول الباصرة والقلوب المستنيرة والأخلاق المنصفة صلح الحديبية في كراءة ما بين الصطور نستطلع أبعادها مع الضيف العزيز سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان السلام عليكم السلام ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما الآيات الشريفة هذه نزلت في واقعة الحديبية الشهيرة التي انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله فيها من المدينة بمن معه من أصحابه وعددهم حوالي 1500 قاصدا العمرة إلى مكة وساق المسلمون معهم ما ينحرونه من الإبل أو ما يذبحونه من غيرها كنا قد تحدثنا سابقا عن صلح الحديبية وما جرى فيها من وقائه نتشرف اليوم بالإضاءة على نقاط عدة فاتتنا الإشارة إليها سابقا الآيات تتحدث عن قتال جرى بين المسلمين والمشركين وكان الظفر للمسلمين بعد أن كفى الله أيدي المشركين عنهم فلماذا يعتم التاريخ على تلك المناوشات العسكرية ولا يأتي على ذكرها وإن ذكرها البعض اخترع لها أبطالا وهميين سنطوف بجملة من النصص التي تؤكد حصول قتال بين الطرفين ثم نحاول استخلاص الحقيقة من بين ثنايا ما تفلت من كلمات للمؤرخين ربما يكونون قد سهوا عن مدلولاتها روى الطباري أن قريشا بعثوا أربعين رجلا منهم أو خمسين رجلا وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله ليصيبوا لهم من أصحابه فأخذوا أخذا فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله فعفى عنهم وخلى سبيلهم وكانوا قد رموا في عسكر رسول الله صلى الله عليه وآله بالحجارة والنبل وروا ابن عبد البر في الاستيعاب أنهم كانوا ثمانين رجلا طيب من الذي أسرهم أخذوا أخذا وجاء بهم إلى النبي صلى الله عليه وآله دون سفك دماء من الطرفين نسب بعض المؤرخين ذلك إلى محمد بن مسلم الأنصار الذي لم يعرف بأنه ذلك المحارب العظيم ولم يذكروا لنا من عاونه على ذلك طيب اثمانين رجل في رواية الزمخشر في الكشاف في تفسير الآية قال كما روي أن عكرم ابن أبي جهل خرج في خمسمائة يعني خمسمائة رجل فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله من هزمه وأدخله حيطان مكة ثم عاد في الثانية حتى أدخله حيطان مكة ثم عاد في الثالثة فهزمه حتى أدخله حيطان مكة فأنزل الله وهو الذي كف أيديهم عنكم فمن هو الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله فألحق الهزيمة برأس حربة المشركين ثلاث مرات حتى ألحقهم بحيطان مكة الطبري جعل ذلك لخالد ابن الوليد الذي لم يكن قد أسلم يوم ذاك بل كان من محاربي قريش كما سيظهر معنا طيب إليكم رواية الطبري التي تبعه فيها الصيوتي في الدر المنثور قال لما خرج النبي صلى الله عليه وآله بالهدي وانتهى إلى ذي الحليفة قال له عمر يا نبي الله تدخل على قوم لك حرب بغير سلاح ولا كراع قال فبعث إلى المدينة فلم يدع بها كراعا ولا سلاحا إلا حمله فلما دنى من مكة منعوه أن يدخل فسار حتى أتى منا فنزل بمنا فأتاه عينه أن عكرمة بن أبي جهل قد خرج علينا في خمسمائة فقال لخالد بن الوليد يا خالد هذا ابن عمك قد أتاك في الخيل فقال خالد أنا سيف الله وسيف رسوله فيومئذ سمي سيف الله يا رسول الله ارمي بي حيث شئت فبعثه على خيل فلقي عكرمة في الشعب فهزمه حتى أدخله حيطان مكة ثم عاد في الثانية فهزمه حتى أدخله حيطان مكة ثم عاد في الثالثة حتى أدخله حيطان مكة فأنزل الله وهو الذي كفى أيديهم عنكم الرواية مكذوبة لا شك في ذلك حتى اضطر ابن كثير إلى الاعتراف بكذبها في تفسيره قائلا أنقل نصه لأن خالدا لم يكن أسلم بل كان حينئذ طليعة للمشركين كما ورد في الصحيح انتهى كلام ابن كثير نحن بدورنا نسأل هل سهى النبي صلى الله عليه وآله وغفل حاشاه أن يحمل معه سلاحا حتى احتاج إلى تذكير عمر له بذلك فأرسل من جاءه بالسلاح بعد تجاوزه ذي الحليفة إن هذا لأمر عجيب وأعجب منه أن يبقى الإصرار من قبل المفسرين على هذه الرواية الفاضحة التي لا أساس لها من الصحة باعترافهم ثم روى صاحب الامتاع أن سهيل بن عمر قال أثناء المفاوضات مع النبي صلى الله عليه وآله يا محمد إن هذا الذي كان من حبس أصحابك وما كان من قتال من قاتلك لم يكن رأي ذوي رأينا بل كنا له كارهين حتى بلغنا ولم نعلم به وكان من سفهائنا فابعث إلينا بأصحابنا الذين أسرت أول مرة والذين أسرت آخر مرة قال إني غير مرسلهم حتى ترسل أصحابي قال أنصفتنا فبعث سهيل ومن معه برجل اسمه بالشتيم بن عبد مناف التيمي فبعثوا بمن كان عندهم وهم عثمان بن عفان وعشر من المهاجرين وأرسل رسول الله أصحابهم الذين أسروا إذن فقد أسر النبي منهم مرتين في قتالين وألقوا هم القبض على عثمان وبعض المسلمين الذين دخلوا مكة معتمرين من حقنا أن نسأل من قام بكل هذا الأمر أدخلهم حيطان مكة وأسرهم أول مرة وثاني مرة نبدأ أولا بما لا مراء فيه وهو أن راية النبي العظمى في كل حروبه كانت بيد أسد مضر علي بن أبي طالب عليه السلام باستثناء غزوة التبوك التي لم يحضرها وصاحب الراية عادة هو القائد الميداني للجيش وهو الذي ينظم الحراسات ويبث العيون ويشن الغارات وهو القطب من رحى حركة المقاتل لذلك تتضح لنا الصورة عندما نقف مع الشيخ المفيد في الإرشاد حين قال ثم تلى بني المصطلق الحديبية يعني بعد واقعة بني المصطلق اجت مسألة الحديبية وكان اللواء يومئذ إلى أمير المؤمنين عليه السلام كما كان إليه في المشاهد قبلها وكان من بلائه في ذلك اليوم عند صف القوم في الحرب للقتال ما ظهر خبره واستفاض ذكره طيب فإذن كانت قيادة علي عليه السلام وحربه مما شاع وذاع في زمن المفيد فأين ذهبت كل تلك الروايات وكيف عملت الأياد على مدى أحد عشر قرنا على سلها من الكتب وتمصها والقضاء على مدلولاتها علي هو المظلوم الأكبر في هذه الأمة والذي ما زالت مظلوميته تتكشف يوما بعد يوم الآن لنعرف الحقيقة أكثر شمساوي علينا الرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله روى الحافظ في تاريخه عن جابر بن عبد الله الأنصار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو آخذ بضبع علي يوم الحديبية وهو يقول هذا أمير البررة قاتل الفجرة منصور من نصره مخذول من خذله مد بها صوته فيا أيها المسلمون ما هي مناسبة أن يأخذ النبي صلى الله عليه وآله بيد علي عليه السلام يوم الحديب ويرفعها ويرفع صوته مصرحا بأنه أمير البررة لولا أن ظهر بره لرسول الله صلى الله عليه وآله وللمسلمين وأنه قاتل الفجرة لولا أنه رد فجرة مكة إلى حطانها ثلاث مرات ثم جعله للناس علما عندما اعتبر أن نصر الله موائم لمن ينصر عليا وخذلان الله متماهن مع من يخذل عليا أم أن رسول الله صلى الله عليه وآله حاشا يفعل ذلك دون ما سبب بل أضاف الحافظ قول النبي صلى الله عليه وآله في ذلك الحين أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد البيت فليأتي الباب هذا الحديث الذي قال عنه الخطيب التبريزي من الخطيب التبريزي في كتابه الإكمال أروي كما روى الخطيب التبريزي هذا حديث حسن صحيح فقد حسنه ابن حجر والعلاء وجماعة وقد صححه ابن معين وابن جرير والحاكم والصيوتي والعلامة الهندي صاحب كنز العمال وجماعة من السلف وله شاهد من حديث ابن عباس عنه يعني روى عنه الطبري والطبراني والحاكم والخطيب ومن حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عنه أي روى عنه الترمذي وابن جرير وقد تكلم فيه في الحديث أنا مدينة العلم جماعة من المتعنتين والمتعصبين في الجرح فلا يلتفت إليهم انتهى كلام الخطيب التبريزي طيب في قول رسول الله صلى الله عليه وآله هنا دلالة عميقة لأنه لو قال علي إمام البرر وقاتل الفجر منصور من نصره مخذول من خذله فقط لقال قائلهم قائلهم إنه صلى الله عليه وآله إنما يمدح الجانب العسكري في علي عليه السلام المعروف ببأسه وشجاعته وذلك يعطيه ميزة في هذا الجانب فقط أما عندما يستمر رسول الله صلى الله عليه وآله ليقول أنا مدينة العلم وعلي بابها فهذا يشمل كل وجوه الأفضلية المتصورة إذ لا عمل بدون علم بل لا عمل مقبولا دون علم صاف من الله ورسوله هنا تتكشف لنا القضية أكثر فأكثر بحيث تتضح صورة ما جرى من قتال ذكرته الآيات الشريفة وأغضى عن تبيانه الكثير إما خوفا من سلطان أو طمعا بما في يده أو نصبا وعداوة لعلي عليه السلام وأهل بيته الكرام وما يؤكد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله في صلح الحديبية نفسه هدد سهيل بن عمر مفاوض قريش تهديدا واضحا وذلك فيما رواه الترمذي أنه قال له قال له يا معشر قريش لتنتهوا أو ليبعثن الله عليكم من يضرب رقابكم على الدين امتحن الله قلبه بالإيمان قالوا مين أصحاب رسول الله من هو يا رسول الله قال هو خاصف النعل وكان قد أعطى علي النعله يخصفها ترى أكان رسول الله صلى الله عليه وآله يهدد قريشا بكل جبروتها وخيالائها وبأسها بإمعة من أصحابه أم بأسد الله الغالب الذي شدخ آنافهم في بدر وأحد والأحزاب وردهم إلى حطان مكة قبل ساعات ولو لم يكن علي قد فعل ذلك عليه السلام فلماذا يهدد به رسول الله صلى الله عليه وآله أولم يكن الأجدى أن يهددهم بمن شاهدوه ردهم ثلاث مرات إلى حطان مكة أبعد كل هذه الأحاديث يبقى شك في حقيقة ما جرى الحق أننا نتشرف بإثارة هذا الموضوع على أمل أن يتحرك الموالون الباحثون لجلاء هذه القضية تماما فيما ربما يكون قد فاتنا الالتفات إليه في هذه العجالة لرفع بعض الظلامات عن أمير المؤمنين عليه السلام أيضا مما يجدر ذكره في مسألة الحديبية أن صلاة الخوف نزلت آياتها فيها فقد روى القم في تفسيره قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الحديبية يريد مكة فلما وقع الخبر إلى قريش بعث خالد بن الوليد في مئتي فرس كمينا ليستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله على الجبال فلما كان في بعض الطريق وحضرت الصلاة فأذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس فقال خالد بن الوليد لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة لأصبناهم فهم لا يقطعون صلاتهم ولكن يجيء لهم الآن صلاة أخرى هي أحب إليهم من ضياء أبصارهم فإذا دخلوا فيها حملنا عليهم فنزل جبريل بصلاة الخوف وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذ أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحد ففرق رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه فرقتين فوقف بعضهم تجاه العدو وقد أخذوا سلاحهم وفرقة صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله قياما ومروا فوقفوا موقف أصحابهم وجاء أصحابهم أولئك الذين لم يصلوا فصل بهم رسول الله صلى الله عليه وآله الركعة الثانية ولهم الأولى وتشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وقام أصحابه وصلوا هم الركعة الثانية وسلم عليه هنا نجد أن الله سبحانه وتعالى أثبت أن نبيه هو رحمة مهدات إلى الخلائق حيث كيف الصلاة حال الخوف بما لا يضيع هيكلها وبما لا يمكن العدو من المسلمين هنا بحث يحتاج إلى تفصيل وافن يعني كيف يكيف الله العبادة بهذا الشكل في خضم تلك الأحداث والمفاوضات ووضع بنود الصلح ورد المقاتلين وغير ذلك من التفاصيل كان لابد لله عز وجل من أن يحبو نبيه بكرامة ومعجزة يراها المؤمن والكافر والمنافق إقامة للحجة البالغة فقد روى صاحب روضة الواعظين وصاحب المناقب قال لقد كنا معه بالحديبية وإذا يعني بروايتهم وإذا بقليب جافة بئر فأخرج سهما من كنانته فناوله البراء بن عازب وقال له اذهب بهذا السهم إلى تلك القليب الجافة فاغرسها ففعل ذلك فتفجرت إثنتا عشرة عينا من تحت السهم فجاءت قريش ومعهم سهيل بن عمر فأشرف على القليب والعيون تنبع تحت السهم فقال ما رأينا كاليوم قط وهذا من سحر محمد هذا من سحر محمد قليل فلما أمر الناس بالرحيل قال خذوا حاجتكم من الماء ثم قال للبراء اذهب فرد السهم فلما فرغوا وارتحلوا أخذ السهم فجف الماء كأنه لم يكن هناك ماء قال البراء كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله بالحديبية أربع عشر مئة والحديبية بئر فقدمناها وعليها خمسون شات ما ترويها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء حتى جرت نهرا فارت بالماء حتى جعلوا يغترفون بأيديهم منها وهم جلوس على شفيرها فقال سالم بن أبي الجعد فقلت لجابر كم كنتم يومئذين قال لو كنا مئة ألف لكفانا كنا خمسة عشر مئة أي ألف وخمسمائة وعلى الماء يومئذ نفر من المنافقين منهم عبد الله بن أبي فقال أوس بن خولة ويحك يا أبا الحباب أما أنا لك أن تبصر ما أنت عليه أبعد هذا شيء قال إني رأيت مثل هذا فقال أوس قبحك الله وقبح رأيك فأقبل ابن أبي يريد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا أبا الحباب أنا رأيت مثل ما رأيت اليوم فقال ما رأيت مثله قط قال فلما قلته فقال ابن أبي يا رسول الله استغفر لي فقال ابنه عبد الله بن عبد الله يا رسول الله استغفر له فاستغفر له هنا نجد أن المعجزة كانت شاملة للمؤمنين وغيرهم بيد أن ردة فعل المنافقين كانت أشد تكذيبا من المشركين ما يدل على خطورة هذا الصنف من الناس الذين يشكلون حالة تشكيك دائم بين ظهراني المؤمنين ويعجب المرء كيف انقطع ذكر المنافقين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله فلم نعد نجد من يتتبعهم في كتب السير والتاريخ كأنهم اختفوا فجأة هذا أمر يحتاج إلى إمعان نظر مطول كي نقرأ التاريخ بتجرد دون محابات لأحد أحببت في هذه الحلقة أن أتشرف بخدمة إخواني المشاهدين للإضاءة على جوانب في الحديب لأننا كنا قد تحدثنا عن الصلح سابقا وبنوت الصلح الآن في هل ثلاث جوانب باختصار شديد أحببت أن أضيء عليها عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعل في ذلك منفع لإخواننا بإذن الله نجد الترحب لكم سمحت الشيخ ومساعدة للمشاهدين الكرام سمحت الشيخ بداية كيف استطعتم الاستنتاج حيال البحث بأن علي عليه السلام هو من قاد هجوم المسلمين على مناوشات مشركي مك من قاده نحن بنسأل مثل غيرنا من قاد الهجوم ذكرت أسماء تعالى نقرأ الأسماء الطبري روى أنه خالد ابن الوليد الذي قاد له ويومئذ سمي سيف الله طيب إجا ابن كثير كذبه قال روى لا تستقيم لأنه خالد لم يكن قد أسلم بكل بساطة وهن يمتورخين له متى أسلم لم يكن قد أسلم بل كان طليعة جيش المسري هذا انتهينا منه بنص ابن كثير وغيره من علماء أهل السنة بعد فئاله محمد ابن مسلم الأنصار على فكرة لم يكن مع معاوية في صفين ضد علي بن أبي طالب إلا اثنين من الأنصار بقيت الأنصار كلهم بيضة الإسلام الأنصار كلهم مع علي إلا محمد ابن مسلم بشير ابن النعمان الأنصاري محمد ابن مسلم أبن مخل فقط فقط طيب تعالى نقرأ بدر ما هو دور محمد ابن مسلم غض النظر عن موقفه بعدين أنه وقف ضد علي عليه السلام اللي قال عنه رسول الله أنا حرب لمن حاربه وسلم لمن سالمه منصور من نصره مخذول من خذره دعا خلي عجل دوره في بادر ما هو دوره في بادر أين كان محمد بن مسلم الأنصاري يوم أحد كان من الفاري لم نسمع أنه ضرب بسهم لأن الأنصار اللي وقفوا مع رسول الله ذكرهم التاريخ لا اقرأ ساهل ابن حنيف الأنصاري نبلوا سهلا فإنه ساهل اقرأ نسيب الكعبي وين كان محمد بن مسلم يوم أحد ما مبي يوم الخندق عندما يناديهم رسول الله صلى الله عليه وآله من لعمر وين كان محمد بن مسلم الأنصاري كلما فغرت فاغرت للمشركين قذف ابن عمه في لهواته فلا يبرح حتى يطأ صماخها بأسفل قدم عليه السلام بينما تجد علي صلوات الله وسلامه عليه في كل موقع من المواقع وين دلني على مكان لم يكن علي صلوات الله وسلامه عليه كاهلا أعبلا في مسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله طيب إذن لم يكن خالد بن الوليد حتما محمد بن مسلم الأنصاري لم نعهد له هذه ويخصم من عاونه وفي أشخاص مفروض الألف وخمسمائة رجل يكون في منهم مية طبعا مع قائد الهجوم أقلهم أقلهم نعم طيب بنجي للسنة الرسولية هي الحاكمة ليش بدوا يلقطوا النبي لعليه يقول إمام البررة في بر ومش بر عادي جعل منه إماما للبررة قاتل الفجر من الفجر منصور من نصر لا بدون سبب هيك بيجي عبيل رسول الله ينسى السلاح والكراع في المدينة لا يوصل لذي الحليف حتى يذكره عمر بن خطاب هذا هو رسولنا صلى الله عليه وآله المسدد عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكايل وأمامه صفوف الملائكة والله من ورائهم محيط بينسى السلاح والكراع حتى يذكره بعض أصحابه مش عشرات كيلومترات لذي الحليف ونسيان سلاحات تارك جنود ألف وخمسمائة من أنصاره فيهم المهاجرين وأهل السابقة والأنصار تاركهم مكشوفين حتى تذكر زكره أحد أصحابه فأرسل إلى المدينة من جاء بالسلاح والكراع هي نقطة فاتت النبي وفاتت الملائكة وفاتت جبرائيل وفاتت الله عز وجل والعياذ بالله من هذا الكلام ثم التقطها بعض الأصحاب كيف بنا نقبل هك رواياتنا يا جماعة هذا النبي صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين إلنا ولغيرنا إذا وجد عقلاء على كواكب أخرى رسول الله صلى الله عليه وآله حج عليهم لأنهم يندرجون تحت قائمة العالمين لا بدوا يلقط يد علي بن أبي طالب ويقول إمام البررة قاتل الفجرة منصور من نصره بدون سبب يا رسول الله في الحديبي ثم يقول أنا مدينة العلم ترى انتبهها أنا لا أشير إلى علي العضلات وعلي السيف لا هذا السيف مقرون بعلم لا يملكه غيره وبالفعل جب لي حدا من أصحابي رسول الله صلى الله عليه وآله بلغ شيئا أنا ما فيني قايص يكفي أنه باب مدينة العلم ما فيني قايص وجهوا صاروا يشككوا بحديث باب مدينة العلم أنه يعني انحصر العلم هو هذا الحديث يدل على الانحصار يعني حذيفة ابن اليمان ما عنده علم منايا وعلم بلايا نعم لكن أهل البيت لا يقاس بهم أحد تمام كل العلوم فإذا لا يقاس بهم أحد لا يقاس بهم أحد هم ليلة القدر التي لا يقاس بها أخي خير من ألف شهر طيب بس يقعد مع سهيل ابن عمر كبير مفاوضي المشرك لماذا يهدده بعلي لماذا لم يهدده بمحمد ابن مسلم ابن مخلد الأنصار ليه منبارح على أساس ردهم إلى حيطان مكة مرارا وتكرارا ولا لا طيب هدد فيه يا رسول الله ما هذا بعد سيفه طازج وهزيمتهم طازج هدد فيه لماذا خاصف الناعل علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه اللي بيعرف ولاش لبد سهيل ابن عمر ليش ما جاوب قال والله لأن أرسلته يا محمد لنأتي أنك به قتيلا مفصولا رأس لا هل أد المفاوض عاجز عن الكلام لماذا انتدبته القريش للمفاوضة لو لأنه منطيق بس ما بيسترجي يحكي حكي من نؤده تماما لا يجر على أن يتكلم بكلام لا يستطيع تنفيذه بل أخبت إلى كلام رسول الله لأنه يعلم أن الرسول صلى الله عليه وآله يتكلم عن ضراب رقاب شداخ آناف فلاق هامات أباد جاهلية العرب ومبارح بعده عمر ابن ودو وابن حسل أو أخوه حسب الرواية مبارح بعده فارمهم أمير المؤمنين بعدما تجرأوا وتجاوزوا الخندق نسي سهيل ابن عمر ذلك المشهد فارس يا ليل الذي يعب ألف كيف لم يصمد أمام عليهم بضربة واحدة طبعا طيب هذه الأجواء كلها أولا تدلنا بعد أن أظفركم عليهم في ظفر والشوف في بصمة بالمعركة لا يمكن لأحد أن يتجاهل نعم تبقى المسلمون محرمون وبالتالي استعمال السلاح للمحرم للدفاع عن نفسه بتلاحظ أنت أنه كل العمليات كانت نظيفة تماما أول أسر وتاني أسر وكف أيديهم عنه وظفر بمعارك نظيفة من الذي يستطيع أن يخوض معارك نظيفة تعرف شو بقصد بالمعركة معصوم هذا يجب ولنا في ليلة الهرير أحصية لعلي عليه السلام بصفرين خمسمائة تكبير في بعض المرويات أنه مالك الأشتر قال يا أمير المؤمنين يبدو أني حاولت أن أنافسك فوصلت إلى الرقم اللي وصلت له أنت أنا أيضا قتلت ما يعادل ما قتلته أنت شو بيقول له أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم بيقول له أنت تكليفك غير تكليفي أنت تخبط خبط عشواء تكليفك تقتل كل من يهاجم أنا لا أقتل من يخرج من صلبه مؤمن لاحظت الفرق بين قتال المعصوم وقتال غير المعصوم حتى ولو كان مالك وما أدراك ما مالك في عملية نظيفة صرحت الآيات بنظافتها وبظفر جب لي حدا غير علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم يعني بمعالين الرجال والنساء بيقدر يخوض هكذا معركة هذا لابد أنه رجل يسبقه رعبه أمامه من غير علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه من غير الإمام علي يستطيع أن يخوض هكذا معركة بالشكل الدقيق للحكم الشرعي الذي يبقى نموذجا يعني أمير المؤمنين لو قتل أحد دفاع عن النفس خير إن شاء الله لا القتال بالوجه الأكمل النموذجي من؟ إلى من يعهد رسول الله؟ إلى خالد بن الوليد اللي كان بعده ما أسلام ولا إلى محمد بن مسلم الأنصاري والله عايب عايب جوزيتم خيرا سباح تشكي خل نقرأ عفوا من مفتر حب معنا علي من العراق اتصال الأول السلام عليكم علي تفضله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضله السلام عليكم شيخ نزليل عليكم السلام ورحمة الله الله حبك شيخنا الله حبك شيخنا طلب إلى أنقن يعني إحنا استاذ نمو نتعلم منك إحنا إن شاء الله تفضله بيس الشيء بسيط عن شيرتك الذاتية يعني دراستك عمرك دغاتك يعني إنت أستاذ نحن جايزي نستقف لبرنا ما يستردنا أرص التفاصل عنك إلا أنقن شيخنا فضل يعني منصة مجاهبة وشيخنا سؤال ثاني إلا أمكننا ما يطول عمرك يعني حي على أخر عمر إحنا نعرفه الولاي المنونين وإن البيت الكرام فاتهم في الشرح يعني نتوضح بعض السب وليش هي واجبة وحي على أشهد أن علينا الله مواجبة مستحبة يعني مصول السياس مواجبة شيخنا هذا ما نعرفه إحنا شكرا لك علي على الاتصال جعفر من بغداد السلام عليكم جعفر شكرا شكرا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضلوا نعم جعفر قول الإمام الحسين عليه السلام عليه السلام جعفر كرما لأمر قبل أن تسأل حبذا لو أحفظ صوت التلفاز وسمعتنا عبر الهاتف فحسب رجاء نعم قول الإمام الحسين عليه السلام هيهات مننا الذلة نعم وقول الإمام الرضا عليه السلام إن يوم عاشرة أذل عزيزنا نعم فكيف يزال التضارب بين القولين واضح السؤال نعم هل ما سؤال آخر أخي جعفر نعم السؤال واضح نعم واضح واضح ثاني سؤال ثاني شكرا 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 لك طيب علي من بغداد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام تفضل أخ علي الله يبارك بيك بس أعني بس حد حد ندرع الأسبوع الماضي من سمحت الشيخ والسادة المشاهدين وبروين الزمة لا تعيش عقدة زنب تفضل ما في مشكلة أخوان بس أقول الحمد لله على السلامة من التفجيرات الارهابية بطاعة الله يسلم أحسن 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 شيخي انت على رأسك تبقى إن شاء الله ممنونك ممنونك يا أخي طول عمرك أشكرك مع السلامة يا هلو مرحبا نعم نعم شكرا لك أخ علي اتصال من الكويت أخت فاطمة السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله أخت فاطمة تفضلي السلام عليكم عليكم السلام والإكرام في حديث للإمام الصادق عليه السلام يقول نحن والله الأسماء الحسنة ما معنى ذلك كيف هم الأسماء الحسنة نعم نعم سؤال آخر فاطمة نعم شكرا شكرا جزيلا لك اتصال آخر أيضا من العراق أيضا أخ ضير تفضل السلام عليكم إذا كان الاسم صحيحا تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك شيخنا هلو مرحبا الله يسلمك والله شيخنا نعزيك ومنعز أنفسنا بهذا المصاب الجل جزاك الله خير أحسن 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 عن قضية المختار نعم عن قضية المختار قلتي بذلك بأنه طالب سلطة وبأنه يعني قال العمن سيسلمونا المعاوية نعم بس هو يعني بالمسلسل الإيراني هو رجال دافع وقدم كل التضحيات على موت هذا الشيء وبالنسبة لغلام ثقيف يعني جئت غلام ثقيف بمو هو المقصود به الحجاج رجحت قلت هناك رأيان رأي أنه المختار أنا أرجح أنه يقصد به الحجاج والله احنا شيخنا يعني من المتابعين لهذا البرنامج ويعني نفتخر به كمام العالم الله يعزك من نوم نعم نعم كان نشوف عظماء الشيعة فريد يعني أنا ولو يعني أزاحمك بس أريد يعني حتى لو تعنوني كتاب يعني عرفا أقرأ عن سيرة المختار سيرة إبراهيم بن مالك الأشتار نعم عن ذن الشخصيتين شويان أعدي يعني مثل الغامضات نعم ايو والله يا شيخ أخيرا لك خضيرا يعني عن التطويل أحسنت جزاك الله شكرا لك على الاتصال اتصال آخر علاء من العراق علاء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام فضل شكرا جزيل بسماحة الشيخ القاضي محمد تنعان أهلا بكم تفضل تفضل حبيبي الله أحفظكم أنا شيخ من الغالي أعدي سؤاليا بالحلقة الماضية تفضلت جنابك بأنه المختار الثقفي كان مكلف شرعا يعني عنده إجازة شرعية بأمرين وهي الانتقام من قتلة الإمام الحسين عليه السلام واسترداد مصروقات كربلا هل هذا الإجازة الشرعية كانت من قبل الإمام السجاد عليه السلام أم من قبل محمد بن الحنفية نعم وإذا كان من قبل محمد بن الحنفية شن وجه الشرعية بالإجازة في حين أنه الإمام السجاد عليه السلام كان هو الإمام العصر في ذاك الزمان يعني الإمام المفترض السؤال الثاني شنو السبب اللي منع محمد بن الحنفية من يعني من المشاركة بمعركة ونصرة الإمام الحسين نعم عن عل عن مرض أم كان لسبب ثاني واضح خالاء شكرا لك الاتصال أبو طيبة من العراق تفضلوا أبو طيبة عفوا تفضلوا عليكم السلام ورحمة الله تفضل حبيب مولاي تحكم شيئ أنا ترد الشيعي أي تحكم رسول الله صلى الله وعلي والمهم الطاهرين في الشيئ الذي يقول أبو بك وعمر وأبو أبو لا أسمع لهم ولا أضير إذا أخذوا الثلاثة بهم مرحب لهم لهم يقول لهم يقول يقول نفس لهم هذا الطول رجوع شيئ الإنسان يقول يناصر أمير المؤمنين الذين ناصروا أمير المؤمنين من بعد السقيقة كانوا يناصروا بحكول فترة ومن هذه السياسة التي كانوا يعرفونها يعني وين ستكون معرف هم و Nederland يرسوا نعم شكرا لك أبو طيبة ننتقل إلى الكويت أيضا مع أم علي السلام عليكم تفضله أم علي السلام عليكم تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم يا مقديم البرنامج وشيحنا الفاضر وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي في عندي لو سمتى في عندي سؤالين السؤال الأول أحب تخصصون حلقة عشان نعرف ماذا حدث للنساء اللي كانوا مع إمام الفتين في واقعة الصف بعد واقعة الصف شنو خار فيهم ماذا حدث لهم نعم تخصصون حلقة نعرف عنهم نعم إن شاء الله في السؤال الثاني أحب أعف في إحدى زيارات إمام علي عليه السلام في جملة نقول السلام عليك السلام على من تتلم مع الجمجمة في النهروان السلام على من تتلم مع الجمجمة في النهروان نعم ودي أعف ما قصت إمام علي مع الجمجمة في النهروان نعم واضح اتصال الأخير نعم شكرا لك يا أم علي الاتصال الأخير من بابل مع أخ زاهر زاهر السلام عليكم ماهر عضرا تفضل أخ ماهر عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله عظم الله أجركم أجرك عظيم تفضلوا تفضل عضرا من شديد أسف أخ ماهر قطع الاتصال طيب سمحت شيخ تفضلوا لا أخ علي من العراق متصل الأول أخ علي من العراق يريد نبذة شخصية هو البرنامج مساوي أنا حتى أبين عن نفسي أنا محمد كنعان وفق وأرجوكم الأمر الشخصي لا علاقة له بالبرنامج مع شديد أسف أخ علي أنه البرنامج ليس موضوعا لهذا الأمر أنا أسأل الله أن يكتب لي في ميزان عملي إذا صفت النية هذه الحلقات ألقى الله بها يوم القيامة حي على خير العمل هي من أصل الأذى وإنما ألغيت في زمن عمر بن الخطة وهذا ما عليه إجماع الشيعة وقد نقل بعض السنة بعض أهل السنة هذا الكلام بشكل واضح وصريح إن شاء الله إن شاء الله نوفق للبحث في تاريخ هذه الفقرة من الأذان نحن كشيعة لا نرى أن الأذان كان في منام لفلان أبي بن كعب أو إن الله أكرم من أن يجعل دينه بمنامات الصحابة وحي هن يرون وين كانوا الأنصار لاش كان في مسجد بمكة غير المسجد الحرام وكان لم يؤسس رسول الله صلى الله عليه وآله مسجدا في مكة كان موجود المسجد الحرام من زمن إبراهيم وين أسسوا وين أعلم بالأذان في المدينة المنورة طيب أولا يروي المسلمون جميعا أن الإسراء حدث وين في مكة قبل الهجرة طيب عندما يروي المسلمون جميعا أنه عرج به إلى السماء فصلى بالملائكة مثنى مثنى وأذن جبرايل وأقام وين كان الصحابي اللي شاف بمنامه وهذا تناقض كل المسلمين يروون أن جبرايل أذن بيرجع ويقولوا اللي شاف بمنامه صحابي ديني بياخدوا من منامات الصحابي نرجع ونقول يا جماعة هي فكرة فاتت الله ورسوله فالتقطها بعض الصحابة والله عيب ديننا ليس كذلك إن هو إلا وحي يوحى هم بيقولوا أذن جبرايل وأقام كيف صلى النبي بالأنبياء أذن وأقام تردت كلمة أذن وأقام في حديث أحاديث الإسراء مرارا بإجماع المسلمين بيرجع بيقولولي بعد سنوات شاف بمنامه الأدان فلان من الناس بساط النبي بالأول قال له شو من نعمل من دق بالناقوس قالوا له لا من نعمل مثل البوغ تبع وقع في حير لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة نعم طيب طيب نرجع لمسألة استحباب شهادة لعلي عليه السلام بالولاي لا يوجد اسمعوا جيدا لا يوجد من الشيعة من يرى أن كلمة أشهد أن علي ولي الله جزء واجب في الأذان أو الإقامة لا يوجد طيب دخلتوها يا شيعة على أساس أنها بدعة أم لا لكم في ذلك مستند هذا حكي بدو حلقات أولا لها ما يشابهها بإجماع المسلمين الصلاة خير من النوم ليش هيب سمني وهايب ذات في إجماع أن الصلاة خير من النوم لم تكن عندها في زمن رسول الله إجماع أقصد به الأعم الأغلب من غير المكابرين والمرائين نعم أما إذا بدنا نحكي بالمراء ما منخلص الصلاة خير من النوم لا لأنه استحسنها الخليفة الثانية طيب من أين أدخلها أنا بقول قلنا إن اعتقاد أن كلمة أشهد أن علي ولي والله جزء واجب لم يقل بها أحد من الشيح نعم هل هي على نحو الاستحباب؟ نعم لعموم أدلة من شهد لله بالوحدنية ولمحمد صلى الله عليه وآله بالرسالة فليشهد لعلي بالولاية اتنين أي أمر بدنا نجي نساويه الآن يجب أن يكون هناك مقتضي له وعدم مانع طيب جينا للأحرف العربية ما فيها نقاط ما فيها نقاط الفي والقاف والباء والضه والضاد نعم طيب شو من أرى مثل ما أرى هداك فريق في الحبة فريق في الحبة وفريق في الشعير هو فريق في الجنة وفريق في السعير نبي عريف بالأول كان في حصافي عند العرب بحيث يميزون الكلمة ومع ذلك كتب رسالة أمير المؤمنين إلى معاية فعجز عن قراءته لأنه حطلوا كلمات متشابهة بحيث السين شين يمكن أن تتم فما كان يعرف حتى اجتمعوا أهل الشام كلهم ما كانوا يعرفون بنجي هلا بنقول بدنا نكتب مصحف وننقطه هذا شيء فعله رسول الله لا فعله الصحابة لا كيف حطينا نقاط بالمصحف لأن المقتضي موجود الله ما حرم أن تتصرف بالحرف نعم لتمييزه عن غيره والماني معدو ما في ماني لم يثبت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لا تنقط المصحف بعده نعم أو ما يشابه ذلك ولذلك المسلمون كلهم نقطوا المصحف نطلع بالطيارة أو لا ما كان في طيارة المقتضي موجود والمانع معدو الأصل في الأمور الإباحة طيب هذا الرجل الذي ثبتت كرامته من كنت مولاه فعلي مولاه بأي سياق جابها النبي ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا اللهم بلى قالوا اللهم بلى قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه أنا أشهد أن علي ولي الله وبدأي حطها بالأذان والإقامة لأن المقتضي موجود والمانع معدو خير إن شاء الله ولا أقصد بها أنها جزءا إنما أتقرب إلى الله وإلى رسوله برجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرار غير فرار سلام الله أولي ما هو المانع وأشهد أن علي أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج إني تاركم فيكم الثقلين أو أجر الرسالة أتقرب إلى الله شو المشكلة ما هي المشكلة يروي بكتاب القاضي التنوخي بكتاب النشوار نشوار المحاضر في الطبعة الموجودة عندي طبعة صادر بيروت بالسبعينات أو بالثمانينة ما أعلم أن تذكر سبع أو ثمان مجلدات بالمجلد الثاني التنوخي يقول أنا لا أروي إلا ما شاهدته أو ما نقل لي بواسطة واحد يروي أي سنة ميت التنوخي بالقرن الثالث يعني في زمن كان فيه معصوم عندنا كشيعة لا لأنه يروي عن أبي الفرج الأصفهاني اللي هو أسبق منه ولادتا صاحب الأغاني صاحب كتاب الأغاني في قطيعة أم جعفر قطيعة أم جعفر شو معنات قطيعة أم جعفر هي أرض أقطعتها أم جعفر زوجة الخليفة العباسي في الكرخ ببغداد لتكون مقابر لقريش القرشيين اللي هاجروا من مكة والمدينة وجاءوا إلى بغداد صار بدون مدافن فأفردت أوقفت أم جعفر قطيعة اسمها مقابر قريش اليوم شو اسمها الكاظميين صلوات الله وسلامه عليهم هي مقابر قريش دفن فيها الكاظم والجواد وطغى قداش فيها مدافن لقريش وفيها أقحاح الشيخ المفيد وغيره بس تبقى هالقبز مولانا إذا أراد الله رفع أحد لو تعبت الدنيا كله هذا المسموم الطريق صلوات الله وسلامه علي على جسر بغداد برئت الذمة من لك وين أين هو هارون العباسي تلك العظام أعز ربك شأ فتكاد لو لا خوف ربك تعبد قطيعة أم جعفر يروي أبو الفرج الأصفهاني أنه سمع مؤذنا يؤذن في ذلك الحين بأشهد أن علي ولي الله من رضي فقد آمن ومن رفض فقد كفر وطويل الترجمة بطبعتين طبعة إستنبول فيها كلام بذيء أنا باستبعد وطبعة باريس هي لإعتمدها لإعتمدها لطابع نشر نشر هذا بكتاب نشوار المحاضرة للقاضي التنوخي كان منذ ذلك الحين الشيعة يقولون أشهد أن علي ولي الله طيب جعفر اسمح لي بفاصل اسمح لي تفضل فاصل القصير مشاهدين الكرام نتابع من بعده سير هذه الحلقة مع الضيف العزيز سماحت أشيخ القاضي محمد كنعلكون لازلنا معكم مشاهدين الأعزاء مرحبكم من جديد كذلك سماحت الشيخ مشكور حبيبي جعفر من بغداد جعفر من بغداد الإمام الحسين نعم قال هايهات مننا الزلة الزلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمن هايهات مننا الزلة هايهات يعني للبعيد نستعمل بعدت عنا الزلة في حين يقول الإمام الرضا صلى الله عليه وسلم إن يوم عاشرة يا ابن شبيب في الرواية المشهورة أذل عزيزنا أذل عزيزنا كيف يمكن المواء شوف الإمام أبو عبد الله الحسين صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الإرادة الباطنية يعني تسحقني تذبحني ترد صدري بالخيول أبدا أبدا لن تستطيع أن تذل نيتي وقلبي لأنه أنا ما لحقول لك نعم ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة أو الذل وهيهات من الذل شوف السياق سياق أنك يمكنك أن تفعل بالجسد ما تشاء لكنك لن تأخذ مني شرعية بقول نعم لك ستبقى لا على لساني وفي قلبي هنا العزة لله ولرسوله وللمؤمنين خير إن شاء الله نرجع القهقرة كيف العزة لله ولرسوله وللمؤمنين وبيطلع رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الطائف فيرمونه بالحجارة ويسلطون عليه سفهاءهم وصبيانهم حتى أدميت قدماء الشريفة وسالت دم عن وجهه الشريف لم يحصل ذل لحظة واحدة لأن رسول الله عز خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم لكن في ظاهر المسألة أنهم عندما طردوه يسمى هذا الطرد إذلال أما في الحال القلبي لا هي عزة لله ولرسوله عندما تحدث الإمام الرضاء تحدث عن الذل الظاهر يعني الإنكسار الجسدي إذا صحت مش سهل أن تسبى النساء هل يقوله يا أبا حمزة هل سمعت في جاهلية أن أو إسلام أن هاشمية سبية قاط أعزاء مورس عليهم مورس عليهم الذل الإزلال هم لم يذلوا أنفسهم أبدا كد كيدك وسع سعياك في قوة انكسارها في قوة ما يسمى بالانكسار فكلام الإمام الرضاء متجه إلى أمر غير ما قصده الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وبهذا يزول التعارض لدى أدنى متأمل علي من بغداد أنت بريء الزم أخ كريم نحن دايما نحب أن نفاكه إخواننا الكرام خاصة الأصدقاء الدائمين للبرنامج جزاك الله خير على تعزيتك بشهداء بشهدائنا الحقيقة ما نحن وياكم العراقيين في نفس المصيبة أنفجارات في جميع أنحاء العراق وصلكم سنوات ونحن أيضا الحقيقة يحز في النفس أنا كنت في زيارة لأحد إخويني في المستشفى مستشفى الرسول الأعظم بجوار الانفجار قبل الانفجار بحوالي ساعتين خرجت من المحكمة مريت عليه ثم عندما رجعت إلى البيت سمعت بالانفجار الفرق بيني وبين الانفجار حوالي ساعتين بتلاقي الأمر خط عشواء رحم الله الشهداء حقيقة مظلومين المثقف العامل الكادح المرأة المؤمنة اللي جاي من أمريكا لتزور أهله أشلاء فوق أشلاء فوق أشلاء بحالة دموية تجعلك تقف مبهورا ترى هل يمكن لإسلام محمد بن عبد الله أن ينتج فجورا كمثل هذا الفجور الذي يمارس على المدنيين هنا وهناك يعني شو قتل ممن استشهد ثلاثة أو أربعة من أهل السنة خبط عشواء في ليلة الجمعة والصلاة القائمة وأثناء دعاء أثناء دعاء كميل وبأسواق شعبية مكتظة برج البراجني سكنتها سنوات مبلغة وبعرف المنطقة تماما عظم الله أجر إخواننا جميعا وأجر إخواننا مما بالعراق مولانا كلت الأخبار في أيام يذكر انفجار في العراق آخر نبأ يا ويلة وكأنه لا تياد الخبر كأنه دماء الأجانب أغلى من دمائنا تقف الدنيا كلها وفي بعض الأحيان كانت الانفجارات في بغداد مولانا يصل الشهداء فيها إلى المئات تذكر ثالث أو رابع أو خامس خبر كأنه دمائنا رخيصة لهذه الدرجة مع الأسف فاطمة من الكويت حياك الله أختنا الكريمة شوفي في مؤلف مهم جدا للشيخ الأميني صاحب الغدير اسمه المقاصد البهية أو العلي طبع مؤخرا يتحدث عنه هذا الذي تفضلت به ورد عن أهل البيت نحن والله الأسماء الحسن طيب باختصار وأنا أعدك بحلقة حول هذا إذا كانت أسماء الله منفصلة عنه يعني الرزاق غير الله صار في شريك للبارها ديري بالي لا يمكن أن يكون الاسم غير المسمى لأنه يصبح ندا وشريكا لا لذلك الأسماء كلها نقول عنها اسم من أسماء الله الرزاق الخالق المصور اسم من أسماء الله إلا الله إلا الله من أقول اسم الله إذن ليست تسميات الله كتسمية أحدنا إنما أسماؤه تمظهرات خارجي كيف ترى قبل أن يخلق الله الخالق كان خالقا أم لم يكون كان خالق لأنه يملك هذه الملكة الخاصية التي هي عين ذاته جل وعلا متى تمظهرت خالقيته عندما وجدنا نحن عرفنا نوفي خالق تمظهرت بالنسبة لنا أما هو غني عننا سواء خلقنا أم لم يخلقنا هو خالق جل وعلا إذن بهذا الإنعكاس الذي لنا نجي للمخلوق الأكمل الذي تمظهر فيه اسم الله أفضل الخلق من يطلع محمد بن عبد الله ترى هل يدخل في المسمى أم لا حتما مش كشريك للباري لا كتمظهر أكمل لنا وهذا أمر إن شاء الله قلت أنا بحث الشيخ الأميني بحث حلو لطيف جدا هي مجموعة محاضرات له أعيدت صياغتها وطبع هذا الكتاب كتير يعني قرأته مرتين ونيوي اقرأوا بعد مرتين المقاصد البهية أحسنت أو المقاصد العالية أو البهية الاسم راح عن به خضير خضير من العراق يا أخي المختار دافع أنا ما ذممت المختار قلت أنا متوقف صحيح ولا بتجرأ ذم المختار بس نعم لم يأخذ شرعي لمشروعه السياسي كان عنده مشروع سياسي نعم وقال له على أي أساس تولى الولاي لعبد الله بن الزبير هذا مش مشروع سياسي صحيح بدك تقول لي تولاها توصلا لأمر بغض النظر عن الأهداف والسياسة أنا متوقف فيه وبيّنت أن سبب التوقف هو جملة من الأسباب مش بحاجة أني ارجع بيّم في كل حلقة عن المختار دافع جزاه الله خيرا في ميزان حسناتي قتل قتلت الحسين الله يجزي ألفا أنا لا أذمه لهذه النحية ولا أذمه لأي نحية قلت لك أنا متوقف فيه يؤجر قد يؤجر يدخل الجن من لست بوابا على البرج أنا ما بيعطي سقوق خفران هذا الرجل نعم كان من الدائرة الواسعة جدا مش الدائرة الضيقة في التشيوة عمه كان واليا على المدائم من قبل علي عليه السلام وأقره الإمام الحسن أثناء خلافته عمه وقلت أنا لعل أمر المختار اشتدت شكيمته عندما التقى بميثم التمار في السجن غلام ثقيف طيب إذا كان اللهم وصلت عليهم غلام ثقيف يسومهم سوء العذاب يذبح أبناءهم ويستحيي نساء كما في بعض المختار مش هايك كما في بعض الروايات انتبه بدك تتبع الروايات التي تتحدث عن غلام ثقيف بالتحديد نعم عن تحكي عن مجرم أنا ما بقبل أن تلسق بالمختار رغم توقف فيه هذا منتهى الإنصاف أن تنصف بالحرف طيب نفس الكلام بالنسبة لعلا مولنا من أين علمنا أن الإمام أجازه لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان يحمد له قتله لقتلة الحسين وكان الإمام يحمد له استرجاع المسروقات ومنها مدرعتان للسيدة فاطمة صلوات الله وسلامه عليهم فعلمنا أن الإجازة من الإمام صلوات الله وسلامه عليه وليس من محمد بن حنفي ولم يكن محمد بن حنفي ليعارض الإمام نعم عندما وجد الإمام على المختار هم ما حابب توسع حقيقة مرت فترات عصيبة بين الإمام صلوات الله وسلامه عليه والمختار فكان قد حجبه ولم يعد يطلقى رسال رسائله وأوعز إلى عمه محمد بن حنفي أن يتولى الأمر يعني ما عاد إبل الإمام يحكي معه في فترة من الفترات وهذا اللي خليني أتوقف فيه لم يكن محمد بن حنفي ليصدر أمرا من لدنه إلا من قبل الإمام صلوات الله وسلامه عليه إبراهيم بن مالك الأشتر إبراهيم مخلص وشيعي وموالي لكن شوف مقتل الشيعي اندفاعه ظن أن كل من قاتل الأمويين هو على حق لا لا وألف لا الآن خلنا نضرب مثال عندنا في لبنان أو في العراق سمحت صيد السستاني حفظه الله كلامه واضح وصريح انتدب العراقيين للوقوف أمام أمام إسقاط عقدهم والاجتماعي مؤجو العراقيين التزموا بعقد اجتماعي مبني على دستور وعلى نظام ألهم التكفيريون يريدون القضاء على العقد الاجتماعي تبعكم فاتفضلوا يا سنة ويا شيعة لم يحدد السيد السستاني لم يخاطب الشيعة خاطب العراقيين قال يجب عليكم الدفاع عن عقدكم والاجتماعي بالوقوف في وجه هؤلاء الذين يريدون فرط عقدكم والاجتماعي طيب الآن لو انفصل فصيل عن هاو التكفيريين وقاتلهم بروح بقاتل معهم هل يجيزوني السيد السستاني بذلك ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطلة فأصابه مشروعية القتال بس مش تحت أي راية الكلام عندي بإسرائيل فيه عاقل بالدنيا يرى أن دفاع عن الأرض والمقدسات ضد العدو لو غشية بلاد المسلمين أو ثغورها عدو يخشى منه على بيضة الإسلام واجب الدفاع بأي وسيلة تبه الدفاع دفاع شيء والمشروع السياسي شيء آخر عم بيحكي بالدفاع البحث نعم طيب الآن إذا الملحد ما بدي أقول شيوعي ما بدي أدخل به الملحد ملحد ملحد تنظيم ملحد نعم يرى أن الله فكرة سخيفة والعياذ بالله وقام تصدى لقتال إسرائيل بروح بآتل معه على أي أساس حتى لا أدافع بأي وسيلة ممكنة بس ما بعطي عنوان يشرعن له وجوده من خلال الدفاع هذا خطأ عبد الله عبد الله مسكين إبراهيم بن مالك الأشتر رحمة الله عليه ظن أن كل من قاتل الأمويين على حق هم هو المصيبة أنه مصعب بن الزبير أسوأ من الأمويين ولما نحكم هدم الدور دور الهاشميين في المدينة وشردهم ونكل بهم كتلة تحت رايات كتلة تحت رايات مصعب بن الزبير بعد في أمر آخر خلي يلتفتوا إليه إخوين نشيح في واقعنا التاريخي انتبه قد أصل إلى حدود أني ما بقدر انقلب على تاريخي إنا وجدنا آباء على أمة وإنا على أثارهم مقتدو هذا غلط الآن يثبت عندي بطريق صحيح يميلي كفة المختار نحو جهة من الجهاد أنا ما بستحق بطلع بقول قلت في الحلقة الفلانية كذا وكذا ثم ثبت لي كذا وكخارج صحيح وفعلتها مرارا التاريخ بحث مفتوح طبعا فعلتها مرارا عندما يندفع بعض الشيعة على مدى التاريخ كانوا يدفعوا ثمن اندفاعات حماس يعني إبراهيم بن مالك الأشد ما بقى فيه يطلع من تاريخه وصم تاريخه بأنه محارب حمال سيف طعان رمح ما بقى يقدر يقعد بلا قتال وهذا أمر لا ينبغي أن نقع فيه هو البكاء في محرابه ليلا هو الضحاك إذا اشتد الضراب وعلي التبر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم أمير المؤمنين وقت الحرب حرب وقت البكاء بكاء وقت العبادة عبادة وقت الحكم حكم وقت القضاء قضاء ها أسوتنا أما ظل حامل سيف وخبط خبط عشواء بحيث ما بيعود إلي مكان إذا صار فيه سلم أنا أول مستهدفين هذا ما طب لا يقع فيه الشيعة أو لا ينبغي أن يقع فيه الشيعة لا على مستوى الأفراد ولا على مستوى الجماعات طيب ما الذي منع محمد بن الحنفي من نصرة الحسين سبق أني تحدث محمد بن الحنفي كان قد ابتلي بعين في يده امرأة عانته ينصابطه بالعين قال يا أخي والله ما أقعدني إلا أني لا أستطيع أن أقبض على مقبض السيف لا كان فيه درع الدرع قسم قسم لابوس صبي وحدي وقسم لا زرد متشابك متشابك مع بعض زرد حتى يقدر يتحرك المقاتل فيه عبارة عن حلقات حلقات من الحديد بينزل يتسربل به ففي درع طويل على صاحبه مسكو محمد بن الحنفي بإداء وإداء ابن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أصو بإيده كما فعل أبوه يوم أطبق صلوات الله وسلامه عليه بالمخل الحديد على رقبة فلان من الناس فحاولوا جاهدين يفكوا ما كانوا يقدروا إلى أن عاد أمير المؤمنين ففتله قطعة قطعة قضيب حديد نعم ففي مرة عانته في يده فأصيب بالعين كان لا يستطيع أن يقبط على مقبط ثم فيه نص أنه الإمام قال له خليك عين لي بالمدينة إذن أجازه الإمام واضح تماما بالنسبة لنا محمد بن الحنفي مع ذلك هو أخوه نسبة لأمه الحنفية محمد بن علي بن أوي طالب ولذا الإمام دليل أنه كان رضيا أنه كان يراسله آخر رسالي وصلت أرسلت يوم السابع من المحرم نعم من الحسين بن علي إلى محمد بن علي ومن قبله من بني هاشم أما بعد فكأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة لم تزل والسلام ماشي طيب بزيدك من الشعر با ولاد محمد بن حنفي وين هذا الكلام يا عبد الله بن عباس أنت إن كان قد كف بصرك أو ضعف بصرك ابنك علي ليش مراع عبد الله بن عباس بيبرر بيقول والله أصحاب الحسين معرفون عندنا بأسمائي ماشي الحاب لماذا لم نسمع في التاريخ أنك عرضت أولادك طيب عبد الله بن جعفر كان قد شح بصره أو كف بصره بعد أولاده استشهدوا مع الحسين صلوات الله أولاد محمد بن حنفي وكانوا كبار لأنه عندما بعد وفاة الحسين بعد استشهاد الحسين بسنة واحدة دخل اللعين مصرف ابن عقب إلى المدينة بواقعة الحرة فدخل عليه زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه ومعه هاشم ابن محمد بن حنفي فقال من هذا الذي معك قال هذا ابن عمي هاشم يعني زلمي كذا هذا لم أعثر له في التاريخ على جواب حقيقة أما محمد بن حنفي فمعذور خمس دقائق ممنونة لساحة الوقت ماذا نفعل أبو طيبة من العراق أولاً هل أنا في مقام أن أصنف فلان ماذا يقول فلان ماذا يقول الله وكيلك يا أخي ما عندي رسائل على هاتفي الله يشهد أبو لمبة واتس أب ما بعرفه ما بتتبع بروح بشتغل حلقتي بشتغل كتاباتي بشتغل أنا بدي أجي صنف ماذا قال الفلان إذا شيء قال وانا أعلم أن علياً قد ابتز حقا وأنا أنادي بأن علياً هو قال تقمصها فلان وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عني السيل ولا يرقى إليه فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا وتفقت أرتائي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكتح فيها مؤمن حتى يلقى ربه اقرأوا علياً أنا شو بدي بمن يصنف وبيتفلسف كائناً من يكون عليٌ ابتز حقه وقوتل ومن قاتل علياً هو ظالم الله لا شك في ذلك يا عمار تقتلك الفئة الباغية أي تكن صاحبة الجمل الأداب تنبحها كلاب الحوء يا زبير تقاتله هو أنت له ظالم شو بعد؟ أدم أم هكذا نصوص أنا فارقة معي فلان شو بيحكي وفل العلان شو والله ما بعرف من نعم أما أن الذين ناصروا علياً بحناصره بحكم الفطرة تعالي شوف ما في اللي ناصروا عليه مشارب مختلفة خالد بن سعيد بن العاص سعيد بن العاص أبو أحيحة زعيم بني أمية لم يتزعم أبو سفيان إلا بعد وفاة أبو أحيحة هو من الخمس المستهزئين اللي قال عنهم القرآن إن كفيناك المستهزئين هذا بحكم الفطرة ولا بحكم تربية جعفر بن أبي طالب له في الحبشة وبحكم سابقته لأنه رابع أو خامس القوم إسلامي هو هذا عمار بن ياسر بحكم الفطرة هذا كلام أطلقه رجل لا أحب تسميته مومو عمم في ستينيات القرن الماضي في بعض ما نشر في كتبه ونسج على من واله الكثيرون وما زال مشدوئين فيه من هنا وهناك وبيجي وقت إن شاء الله الله بيوفقنا أن نكتب في ذلك وتبعه في ذلك أما العجا يعني فهم أليا بيعرف كيف يحبك الكلمة أما بعض العرب ممن تبعه فأجلاف صرحوا بالأمور بما لم يصرح به هو ولا أحب ذكر الأسماء خلينا نزه برنامج تخصيص حلقة لمسألة النساء مع الحسين عزيزتي بدك برنامج كامل اسمه ما بعد الطف مش ما قبل الطف ما بعد الطف إن شاء الله هذا مش أقل من 40-50 حلقة أنه بدنا نتبع المنازل التي سارت بها النساء بعد ما وصلوا على الشام شو صار بعد ما رجعوا وانتفرقوا وان ماتت الرباب وان ماتت ليلى سيدة زينب أين هي سيدة سكينة شو صار فيها لأنها من الثابت عندنا أنها لم تتزوج إلا ابن عمها وفقط أما ما يذكره كما قلت بنت الشاطئ التي أخذت من أبي الفرج الأصفهاني هذا كلام لا أساس له من الصحة سؤالها الثاني أدى بعد معي واء أدى أي واقعة النهروان جرت في العراق بعد منصرف الإمام علي عليه السلام من صفي وبالفعل حدثت فيها كرامات لأمير المؤمن منها أنه صلوات الله وسلامه عليه ردت له الشمس ومنها أنه أخبر بأنه لا يقتل من جيشه إلا دون العشرة ولا ينجو من الخوارج إلا دون العشرة وكان كما حدث وبعد منصرفه أيضا مر على كربلاء كما في بعض الرياض يعني في اتجاه نحو صفين مر وبالرجع مر ذكر الناس بمقتل أبي عبد الله الحسين صلى الله وسلم عليه بالفعل من جملة معاجزي عليه السلام أنه كان في جمجم موجود وجدت في أثناء الطريق وهي لبعض الأكاسرة فأنطقها الله إكراما لوصي رسول الله صلى الله عليه وآله والقصة مذكورة سبق أنها سألتني إحدى النساء من العراق عن هذا الموضوع وسبق أني أجبتها فلا أحب التكرار فيها معجزة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الأخ ماهر من باب الأسف الخط انقطع من عندك وليس من عندنا برجع بذكر إخواني المشاهدي حقيقة البرنامج ليس ولن يكون لمهاترات هنا أو هنا هذه المرة حكيت عن إمكانية رؤية الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم حاطينه بعنوان رد الشيخ كانعان على فلام أنا ما ردت عفوا صحيح ولم آتي على ذكري لا أنا لا أجيز حقيقة أن برنامج نحن بالسنة الخامسة وعلى أبواب السنة السابسة من يتكلم باسمنا يعني خاصة عن وسائل التوافق ما عندي أي خلفي تجاه أحد على الإطلاق في هذا المذهب الذي أعتبر نفسي أمينا عليه أنقله بما أراني الله عز وجل وقد أخطئ وقد أكون مسب أما أن أجعل البرنامج لمهاترات وردود وردود مضادة لا لست هنا وليستدرجني أحد لذلك على الإطلاق إن شاء الله سمحت شيء خدامكم الله شكرا لك شكرا موصولا لكم مشاهدين الأعزاء على كرم المتابعة طبعا لمن فاته ومشاهدة هذه الحلقة يمكنناه غدا في العاشرة صباحا بتوقيت كربلاء المقدسة ومتابعتها أيضا من جديد طبعا للمتابعة إن شاء الله أيضا دين.اتش أتش أتكربل داشتبي دوتنات لمزيد من التواصل والأسئلة والمقترحات التي لديكم حتى يجيب عليها متفضلا سمحت الشيخ القاضي محمد كان عن نطق في الأسبوع المقبل إذا أبينا الرحمن بالمتقى طبعا هذه تحية فريق العمل شكرا لكم والسلام عليكم عليكم